وللحديث عن التطورات في سوريا والتدهور الاقتصادي وإصرار النظام على الاعتماد على تجارة وتهريم المخدرات معنا منها طاي الإعلامي السوري مصطفى النعيمي مرحبا بك معنا تحياتي لك أستاذ يونس تحياتي لسادة المشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيك لعلك تبعت ما قالته وكالة بلومبرغ الأمريكية حول أن أوروبا هي الهدف التالي لمنتجي ومهربي المخدرات أو الكبتاغون تحديدا في سوريا ولبنان لماذا هذا التغيير في خط تهريب المخدرات نعم لا شك أن النظام السوري يعتبد بالدرجة الأولى على رفض خزينة دولته من خلال تجارة المخدرات وهذا ما أثبتته الكثير من التقارير الأممية لما يخص الملف المخدرات في المنطقة كذلك أيضا سنت لأجل ذلك قانون خاص مسمى الكبتاغون لكن اللافت في هذا التطور الكبير الذي يجري من خلال تلك التجارة أن الأردن على سبيل المثال أغلقت الحدود بشكل كبير رغم أن هناك محاولات حثيثة من أجل نقلها إلى هذه المخدرات عبر المسيرات كذلك أيضا باتجاه الطرف الآخر باتجاه لبنان حيث هناك مصدر آخر ومن خلاله يتم توريد تلك المخدرات باتجاه البحر الأبيض المتوسط كذلك أيضا الشواطئ السورية أيضا من المحتمل أن يكون هناك عمليات تهريب لكن اليوم أعين الولايات المتحدة والغالبية العظمى من الدول العاملة على تنفيذ قرار الكبتاغون منصبة بداخل السوري هناك الكثير من عمليات التي يقوم بها العديد من الدول بخصوص مراقبة الحدود بشكل حثيث ويتم تأمسك الكثير من عمليات التهريب لذلك لجأت هذه القوى من أجل الوصول إلى إرسال تلك المخدرات عبر منافذ جديدة والمنفذ الوحيد الجديد هو باتجاه العراق نظرا لهشاشة الدولة الموجودة حاليا كذلك أيضا ربما أحد أهم الوسائل وهي استثمار طلالة العراق أيضا باتجاه الخليج العربي ومن الخليج العربي باتجاه المناطق الأماكن التي يتم ترويج تلك المخدرات وربما هي ليست بذات الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة نظرا لتسخين الجبهات في الداخل السوري وبالتالي يحاولون من خلال تلك العمليات أو من خلال إرسال بعض المقاتلين أو إرسال من يطلق عليها الزوار وفي طريق عودتهم أيضا يتم استثمار هذه الآليات التي تذهب وتخرج من العراق إلى سوريا وسوريا إلى العراق بحيث يتم إرسال تلك المخدرات ومنها يتم استثمار عائدات هذه المخدرات من أجل زيادة حصة الأذرع الولائية متعددة الجنسيات في اقتصادات الظل وتنمية هذه المشاريع من خلال هذا المال الكبير الذي يتم وصوله وبالعملة الصعبة ونتحدث عن الدولار يتم تشغيل هذه الميليشيات ويتم تحركها ويتم تسخين الجبهات من خلال هذه الاقتصادات المتعددة يعني الفائدة تعود على تلك الميليشيات بالدرجة الأولى وليس على مناطق سيطرة النظام على سبيل المثال تحسين الخدمات وما إلى ذلك حتما لا توجد هناك تحسين في مستوى الخدمات لو نظرنا قليلا وعدنا إلى الخلف منذ العام 2018 حيث تم إجراء التسوية القصرية في المنطقة الجنوبية من سوريا في منطقة حفظ التصايد في سوريا الأولى كانت المنطقة الجنوبية نلاحظ أن هناك لا يوجد هناك تنمية لا يوجد هناك إعادة أعمار لا يوجد هناك وصول للمشتقات النفطية لا يوجد هناك أيضا كثير من المستلزمات الأساسية للمنازل لم يتم تجهيزها الطرق الدولية أو بعض الطرق الأخرى الفرعية باتت شبه مدمرة نتيجة الأعمال العدائية تجاه الشعب السوري من قبل النظام والميليشيات الولائية لن يتم هناك استثمار أي مشروع إعادة الحياة بل على العكس هناك استثمار للحالة السبب الرئيسي استثمار حالة التراجع الاقتصادي بحيث يتم تسليط الضوء على أن العقوبات الأمريكية هي من تسببت بذلك لكن حقيقة الأمر العقوبات الأمريكية لا تشمل الغذاء والدواء وإنما تشمل القطاعات العسكرية وقطاعات النظام والاقتصاد أو كل ما يدر من المال على النظام السوري هناك البوتاسيوم هناك أيضا النفط هناك الكثير من المشاريع التي من خلالها يستطيع النظام تحسين سعر صرف الليرة السورية لكن على ما يبدو اليوم هناك أطبق الخناق بشكل كبير جدا على النظام السوري لذلك نلاحظ أن سعر صرف الليرة السورية قد تجاوز 15 ألفا وكذلك أيضا اقتصادات الضل عندما نحدث عن الاقتصاد العراقي الاقتصاد الإيراني الاقتصاد اليمني كلها المناطق التي تتواجد فيها إيران لا يوجد هناك سوى الدمار لهذه الشعوب نعم وفي هذا الإطار عليك تقرأ تظاهرات الدرعة والسويداء في هذا الإطار سيد مصطفى نعم لا شك أن تظاهرات الدرعة بشكل عام وتظاهرات باتجاه مدينة السويداء يتعدد القوميات والإثنيات الأرقية التي تتظاهر يوما بعد يوم وصولا إلى الحاضن الاجتماعي الكبير في محافظة اللاذقية هي بالأساس التي انطلقت منها الشعلة الأولى الحديثة التي نتحدث عنها قبل قرابة الأسبوعين بحيث بدنا نسمع بعض الأصوات التي كانت موالية لنظام الأسد اليوم تتثمر من هذه الحالة الاقتصادية المتردية وتؤكد على أن النظام السوري غير جاد من أجل التنمية وغير جاد من أجل حل هذه الأزمات سواء كان من خلال الأزمات الاقتصادية أو حتى الأزمات النفط أو الأزمات الأخرى المركبة هناك وعود تجري على قدم وساق لكن عمليا لا توجد هناك أي مؤشرات على أن هذه الوعود يتم تنفيذها ويتم تطبيقها بحيث تكون هناك نوع من الراحة لدها أولاء الذين قد عانوا نتيجة الحصار الذي كان يفرضه النظام السوري بالأساس على تلك المدن والبلدات هناك على سبيل مثال مدينة طفاس محاصرة هناك مدينة نوى محاصرة هناك الكثير من البلدات قرابة عشرة بلدات منتفضة في محافظة الدرع اليوم هي شبه معلقة وهناك حصار الطرق المؤدية من وإلى هذه البلدات بمعنى آخر أن النظام السوري يستعد لمواجهة ما ربما في أي وقت حسب تطورات أو تدعيات حجم تلك التظاهرات لكن باتجاه الآخر باتجاه السويداء ربما هناك أيضا تظاهرات وكذلك وصولا إلى دير الزعر حيث نشاهد للملكة اللقبائل بشكل عام وخاصة قبيلة الجبر هناك تظاهرات مستمرة من أجل تحسين أوضاعهم وكذلك من أجل عدم زجهم في مواجهات يعني لا قيمة لها عملياتيا على الأرض بل تزيد من النعارات الطائفية وتزيد من حجم الانتشار الإيراني في المنطقة بشكل عام من الملاحظ أنه رغم التحالف الموجود بين الحكومة في العراق وفي سوريا وفي إيران إلا أنه ذلك لم يضمن عدم دخول أو تهريم المخدرات إلى العراق وكانت وعود من رئيس الوزراء السوداني بأن يقوم بضبط المسألة لكن الموضوع مستمر لماذا باعتقادك يفعل النظام السوري ذلك على الرغم كما قلنا من وجود هذا التحالف الثلاثي بينهم يعني الحكومات العراقية المشكلة منذ الاحتلال حتى هذه اللحظة الحكومات المتعاقبة بشكل عام سواء كانت من زمن المالك الذي كان يتحدث عن موضوع إرسال المقاتلين وإرسال الإرهابيين وكذلك أيضا غيرهم وهناك تهديدات موجودة بإمكان أي شخص يطلع عليها للنظام السوري بينما اليوم نشاهد هناك تعاون وثيق السبب الرئيسي يعود إلى أن محور إيران بشكل عام أو محور العامل مع إيران هو من يحكم تلك المنطقة ويعتبر سوريا ولبنان والعراق وهذه المنطقة تعتبر حديقة خلفية لطهران ويعمل على تعزيز تلك الطرق الدولية الرابطة ما بين طريق يعني من طهران وصولا إلى بغداد ومن بغداد إلى سوريا عبر منفذ بوكمان ومنها باتجاه لبنان وكذلك أيضا باتجاه البحر الأبيض المتوسط فيحاول الدفاع منستميط عن هذه الطرق الدولية السبب الرئيسي يعود إلى استثماراتها الاقتصادية واستثمارات الاقتصادات للظل للدولة لأن عمليا لا يوجد هناك دولة حقيقية فالجيش العراقي ليس بمقدور حماية العراق في ظل وجود هناك سلاح منفلة وسلاح الدولة الذي يحكم الدولة بشكل عام أشكرك سيد مصطفى النعيمي من هاتاي الإعلامي السوري